مواقف الحكومة العراقية الآملة بتخفيف الاحتقان وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية برهام صالح بقوله أمامنا تحدي كبير هو الاحتقان لاحظ دكتور نديموه لاحظوا أنتم عزاء المشاهدين لاحظوا التعبير تعبير رئيس الجمهورية أمامنا تحدي كبير هو الاحتقان والصخط والألم الذي يعتصر قلوب العراقيين والذي لا يصف هذا الكلام العمير حقيقة والدقيق من قبل رئيس الجمهورية دعاه في مناسبة لاحقة الأسبوع الماضي إلى القول إن العراق مقبل على تحولات كبيرة ونحن بحاجة إلى إصلاحات كبيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد الانتخابات السابقة ربما العديد من الانتخابات لكن السابقة تحديداً شهدت عزوفاً كبيراً للناخبين عن عملية الانتخابات وهذه كانت من الدلائل التي تشير إلى فقدان الثقة بالمنظومة الانتخابية وحقيقة لا يمكن لنا أن نستند إلى عملية ديمقراطية حقيقية بدون وجود نظام انتخابي محط ثقة المواطنين العراق مقبل على تحولات كبيرة ونحن بحاجة إلى إصلاحات جوهرية تعيد الثقة بمنظومة الحكم في هذه البلاد دكتور نديم أحييك مرة أخرى وأسألك سيد رئيس الجمهورية حقيقة وضع الإصبعاء على الجرح ما الذي بإمكاني حقاً أن يفعله؟ يعني أنا تقديري الشخصي ما عاد أحد قادر على معالجة الوضع يعني داخل المنظومة السياسية لا أحد يستطيع أن يعالج هذا الأمر وذلك ردود الأفعال على التظاهرات يعني في التو كانت عمليات قمعية واستخدام مفرد للقوة وأحياناً تخوين المتظاهرين اللي يتحدث عن ولاهم لهذه الدولة وتلك الدولة مع أنهم شباب أبرياء لم يرتقي وعيهم إلى مستوى أن يكون لهم علاقة مع دولة أو مع تنظيمات أخرى وبعد ما يعني هذا الاستخدام القوة المفرد بدأوا يتعاطون مع التظاهرات بعقلية رد الفعل يعني مو بعقلية الفعل وذلك تبنوا مجموعة من القرارات والاجتماعات لكن أستطيع أن أقول أنها كلها إجراءات ترقيعية وبعضها يعني غير حقيقي وغير قابل للتطبيق يعني التعاطي تعاطي ردت فعل شلون نمتص النقمة الشعبية وليس يعني كيف نحل مشاكل للمواطنين فما ارتقينا إلى هذا يعني أنت هسا الناس تتحدث عن الفساد تتحدث عن الفساد المتظاهرين يطالبون بمكافحة الفساد والآن تجرى عملية فساد كبرى اشتركت بها الأحزاب والحكومة التي هي توزيع المناصب والدرجات الخاصة هذه عملية سطو على ملكية الدولة وملكية الإدارة يعني أنت الدرجات الخاصة وكيل وزارة ومدير عام وغيرها هذه يتم توليها ضمن سياقات إدارية صرفة